عنوان من العنوين الرائعة التي أتلجت صدري بشكل خاص مفيش كاش من أول مايو مفيش كاش من أول مايو وداعاً للكاش وداعاً لفلوس حط إيدك في جيبك وطلع فلوس ودور وفي المحفظة معدش فيه قصة من أول مايو خلاص ما تشلش فلوس ما تشلش هم الفلوس ما تشلش هم يشيل الفلوس كل الأمور بتاعتك هتم بشكل مميكاً كلنا عارفين ما كان الفلوس كلنا عارفين الماكينات الموجودة بتاعت فوري وبتاعت البنوك الموجودة وبتاعت الدولة وبتاعت البريد وبتاعت الأطراف وغيره وغيره عندك كارت وبيتم تعاملك مع كل هذه الماكينات ولا تحمل عناء حمل نقود الكلام ده مش كلام وعظ ده قرار ده قرار هذا القرار بيقول إن مصر إن شاء الله من أول شهر مايو خمسة القادم نتعامل فيها التعامل المادي والمالي والنقدي كله بالكروت من غير ما تشيل فلوس إحنا وداعا للمحافظ وداعا للفلوس وداعا 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 الكلام ده مش بدعة الكلام ده زينا زي الدول المتقدمة اللي عملت هذا الكلام من عشرات السنين لكننا هكونا متأخرين الواحد يمشي يروح البنك يشايل كيسر سعودة فيها مليون جنيه واحد ماسك فلوس قد كده إيه الفلوس تتسرق إيه الفلوس يتم تداولها ويتم نقل الأمراض من خلال تداول الفلوس بهذا الشكل إحنا شايفينه إيه الفلوس تتسرق إيه الفلوس التي تكون الخلاصة هذه الفوضى العارمة في تداول النقود أنا لها أن تتوقف بقرارات واضحة من الدولة وزارة المالية والبنك المركزي ورئيس الجمهورية اللي أصدر تعليمات بدرات تطبيق ما يسمى اقتصاديا بنظرية الشمول المالي الشمول المالي يعني إحنا كلنا شايفين بعض فيه مكان شايف كل اللي بيحصل أنا قاعد في الاستوديو وشايف المصور وشايف الرجل بتاع المنتاج وشايف بتاع المنتير وشايف الرجل بتاع الديكور شايف كل الناس قدامي مين بيعمل إيه علشان قطر نرأب بعض وانتبع بعض وانأمن بعض لأن احنا شغالين في دولة المفروض كل حاجة تكون معروفة فلوس بتروح فين بتيجي منين هوقف وهعطل أي علاقات قزرة في تحويل أموال لإرهابيين أو غسيل أموال لغير إرهابيين سيكون الشمول المالي بداية انطلاقة نقدية مصرفية سلوكية للمجتمع المصري برماته أعتقد في مسؤول في وزارة المالية قال التحصيل غير النقدي يستهدف القضاء على الفساد ده رقم واحد مفيش فساد عندي قعد بقى ايه تديله 105 ياخد 110 ده حاجة بسيطة جدا بس علماشي يعني اتنين ممكن يتم التلاعب في الأوراق زي ما احنا بنشوف واحد بين ضع الوراق انه اخد فلوس وما بياخدش القصص بنقراها كل يوم التحويل غير النقدي بيقضي على أبواب الفساد رقم واحد الشبكة بتحتاج مليون نقطة اتصال يعني مليون نقطة يتم مواضع فيها الفلوس أو اغد الفلوس منها تستهدف تدرج لضمان تنفيذها بشكل قام توفير 22000 مكينة بالجهة الحكومية للدفع الإلكتروني وشبكة تواصل مؤمنة ضد الاختراق وقف التعامل بالكاش بين المواطنين والدولة خلاص الدولة مش هتقبل منك فلوس كاش الدولة تقبل منك تحويلات عن طريق المكان وانت هتقبض من الدولة عن طريق المكان برضو يبقى احنا كل تعاملات الحكومة المصرية مع المواطن المصري بالمكان بالكروت مش بالكاش فلنتوقف عن الكاش وده ينتقل بعد كده من الحكومة والمواطن الى المواطن والمواطن الى المواطن وباقي المؤسسات هو ده اللي هيخلق في النهاية ما نسميه بالشمول المالي ارجو انه ننتبه انه هذا الموضوع مهم وحيوي وخطير ومفيد للمجتمع للدولة للمواطن